روحوا لعب الشر نظامات عمينها نظامات عمينها الأطفال الذين كانوا أول من أشعل جذوة الثورة السورية هم أكثر من اكتوى بنار الوضع الحالي في البلاد حيث ارتكبت قوات النظام بحقهم وما تزال أبشع الجرائم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت بالاسم والصورة مقتل أكثر من سبعة عشر ألف طفل على يد النظام منهم أكثر من مئة قضوا تحت التعذيب فيما اعتقل ما لا يقل عن تسعة آلاف وخمسمائة طفل وارتكب بحق العديد منهم عنفا جنسيا نفعاد كلهم صاروا يصبحوا يزلوا أبناء أغادون على المستشفى الله لا يوفقوا الجرحى كذلك بلغ عددهم حوالي ثلاثمائة ألف ونزح نحو أربعة ملايين وسبعمائة ألف طفل مليونان منهم لا يستطيعون اللحاق بمدارسهم نتيجة تضرر نحو أربعة آلاف مدرسة فيما لجأ للخارج قرابة ثلاثة ملايين طفل مليون وثلاثمائة ألف منهم محرومون من التعليم قوات النظام قامت بتجنيد مئات الأطفال في عمليات قتالية مباشرة وغير مباشرة في حين يقدر عدد الأطفال الذين قتل النظام آباءهم أكثر من ثمانية عشر ألفا كما قتل أمهات حوالي خمسة آلاف طفل الشبكة اتهمت أيضا تنظيم الدولة بقتل ما لا يقل عن مائة وسبعة وثلاثين طفلا واعتقال ما لا يقل عن أربع مائة وخمسة وخمسين آخرين وتجنيد المئات منهم وختم التقرير كذلك باتهام فصائل أخرى بقتل ثلاثمائة وأربعة أطفال خمسة وثمانون ألف طفل نولد في مخيمات اللجوء لم يحصل العديد منهم على أوراق ثبوتية ظروف من شأنها أن تخلف آثارا نفسية كبيرة على أطفال يفترض بهم أن يكون رجال الغد فهل يعي المعنيون مسؤولية الاهتمام بهم والتي قد تكون أشد خطرا من دمار الشجر والحجر